ومعدنا دلوقتي مع البورصة وعلشان نعرف مع بعض أداء المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات مع مراسل التلفزيون المصري مينا بشرة مينا أهلا بك يعني أطلعنا على آخر مستجدات جلسة اليوم مسأل خير رغضة اليوم مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات قوية لجميع المؤشرات من بداية التعاملات وحتى الإغلاق مدفوعة بعملات شرائية قوية من المتعاملين العرب والأجانب وكمان الأداء الجيد للأسهم الكيادية والعملات الشرائية من صغار المتعاملين هنتبع مع بعض في البداية أداء المؤشرات اليوم من على شاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول والبداية مع المؤشر الرئيسي مؤشر EGX 30 اللي سجل اليوم مستوى 10.432 نقطة وده بنسبة صعود بـ 1.93 من 100% المؤشر الثاني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بشكل جيد سجل حوالي 2.26 من 100% وده كان بدعم من العملات الشرائية من جانب صغار المتعاملين علشان يسجل بيختامل تعملات مستوى 2374 نقطة أما بالنسبة لي المؤشر الأوسع نطاقا المؤشر EGX 100 ارتفع بنسبة 1.98 من 100% علشان يسجل مستوى 3321 نقطة ومن أداء المؤشرات لفئة المتعاملين اليوم ومشروبات قطاع الخدمات مانية غير مصرفية في المرتبة الثالثة وفي المرتبة الرابعة قطاع البنوك وفي المرتبة الخمسة قطاع موارد أساسية دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بالجالسة داول اليوم تعاملات منتصة في هذا الأسبوع ولكن نظرة تحليلية على أداء المؤشرات بينضم معنا على الهواء مباشرة أنا أستاذ تامر حسين خبير أسواق المال أستاذ تامر في البداية براحب حضرتك معنا بداية تعاقبك على أداء معشرات البورصة المصرية وهذا الأداء الإيجابي والصعود الجيد لجميع المؤشرات من مستهل التعاملات وحتى الإغنق الجلسة المنتصف بالأسبوع في بداية الجلسة حصل الصفقة عملية بلود تريديم بين مؤسسات مصرية ومؤسسات أجنبية الصفقة بمليار ومتين مليون دي كان لها أداء إيجابي للمستثمرين خصوصاً المصرين مصرين استفتحت شهيتهم للشراء النهاردة احنا ملاحظين أنه كان في شيرة بكسافة طبعاً النهاردة كان الأسهم العقارات النهاردة كنا ملاحظين أنه كان في شيرة في أسهم العقارات والأسهم الكيادية طبعاً في تفاول احنا المؤشر النهاردة بنتتلم في نقطة 10.430 المستهدى في دوقتي 10.600 في كلام أنه يخترق النقطة دية الفترة القادمة دي نقطة أول مقاومة هتقابله طبعاً في أخبار إيجابية في السوق النهاردة كان في مبادرة التمويل العقاري دخلت حيث للتنفيذ كان لها أثر إيجابي جداً بالنسبة للسوق عايزة توقف محررك بالفعل على المبادرة وإعلان البنك المركزي عن تفاصيل المبادرة وتمويل بحوالي 100 مليار جنيه بفايدة 3% متناقصة لأي مدى المبادرة دي تأثر على البورصة المصرية بشكل عام وبشكل خاص على الكطاعات زي كطاع العقارات وكطاع المكوولات وإنشاءات هندسية تأثير ذلك على البورصة هو طبعاً المبادرة shape مبادرة أخذ حاجة تنفيذ طبعاً بالنسبة لتمويل عقاري الص efficace العقارات وشراكات المؤولات يبقال لها طبعاً شغل في المفترة البنسبة للمبادرة دية هنا أثر إيجابي جداً على أكتال عقارات米 والذي لاحظناoted ket goinney بالنسبة لمؤشر 70 الرئيون كان محتفعاً� يعني متوقع نحن نكلم ده على المدى الكاري بلوقع في نفس اليوم لكن على المدى البعيد هيكون فيه نشاب برضو لأسهم القطاع العقاري وكل الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري بشكل عام قطاع العقاري بيبقى له فترة فرس الرهان لأن القطاع العقاري أغلب الشيكات بيبقى فيها أرباح وأغلبها بتدي كوبنيات وده بيخل المستثمين المنصرين يتهفص عليها فده لحظم الفترة الماضية واعترفت الفترة الكادمة برضو قطاع العقارات مازال برضو هو المستهدف بالنسبة للبورصة ومازال هو المتحكم بالنسبة للإيجي إكسيرتي أو إيجي إكسيرتي في فترة كادمة نعم الأستاذ تامر حسين خبير أسواق المال أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومشاهدين الكرام تبعنا مع حضرتكم سريعا من داخل مقر البورصة المصرية تفاصيل جلسة داول اليوم وأيضا نظرة تحليلية سريع على أداء المؤشرات اليوم في النهاية بنشكركم على طيب المتابعة وعودة إليك رغضة مرة أخرى نعم مينا بشرة كنت معنا من مقر البورصة المصرية شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم